أمير مرتضى المشرف العام على الكرة من نادي الزمالك تواصل مع آيمن عبدالعزيز مدر مساعد المنتخب خلال الساعات الماضية عشان يحتوي أزمة محمد عواد مع جهاز المنتخب بعد تصريحات الأخيرة من الحارس ضد الجهاز واتهم أن الموقف بالنسبة له كان ظالم أنه ما يبقاش موجود في المنتخب وآيمن عبدالعزيز قال لأمير مرتضى أن عواد وحسام عبد المجيد في خطة الجهاز الفن المنتخب مصري أنهما ينضموا في المعسكرات القادمة بس هما سابوا الاثنين لعيبة للزمالك الفترة دي عشان لو مواجهة إليكتل تشادت ما تأجلتش فيبقوا موجودين مع نادي الزمالك وبالمناسبة حسام عبد المجيد هي موجود في المعسكر القادم لمنتخب مصر وهيكون بديلا أو هيكون أساسي على علي جابر اللي ممكن يتم استماعاته علي جابر موجود في المعسكر ده بدلا من حسام عبد المجيد لكن الحسن عبد المجيد لما يخش المعسكر علي جابري هيخرج مش لقلة مستوى علي جابري ولكن زي ما قلت لكم قبل كده ان فيتوريا عايز ينزل بمعدل الأعمار بشكل كبير معدل أعمار المنتخب الوطني وعلي جابري مش هيبقى هو المستبعد الوحيد في المعسكرات القادمة وزي ما قلت لكم هو مش هيستبعد لقلة مستوى هو هيستبعد عشان المشروع اللي عام له فيتوريا لأربع سنوات ممكن يبقى فيه لعيبة كتير مع نهاية الأربع سنوات ما يبقى شليهم دور لتقدم العمر